بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى إليه وصحبه جمعين يعطيكم ألف عافية ويسعد مساكم جميعا الزملاء الحاضرين من كل الأماكن بالجلسة الأولى اللي هي فعليا معنوانة بأسئلة من الزملاء ضمن بنامج بأدم الدكتور هاني البنة فضفضة خمسة إلا خمسة حنتناول فيه هو فعليا مجموعة من الأسئلة واللي هي بتيجي من الزملاء اللي هن العاملين في القطاع الإنساني والتنموي من عدة استجابات سواء من اليمن من سوريا من ليبيا من العياق من فلسطين ومن كل أماكن الاستجابات الإنسانية مو فقط في الشرق الأوسط بدأت فكرة البنامج بمجموعة من الأسئلة تم تداولة مع الدكتور هاني البنة والله يزي ألف خير يعني زودنا فعلا يعني بإجابات نوعية عن هذه الأسئلة كتعريف يعني عن نفسي فعليا كمحاول الدكتور هاني أنا حسان جنيدي بالأساس جاي يعني من خلفية طبية ولكن تائب مثل الدكتور هاني تخصصت فيما بعد في مجال التطوير المؤسساتي بدأت تجربتي هي في السياق السوي ولكن فيما بعد يعني ما است العمل في مجال التطوير المؤسساتي في عدة أماكن من الاستجابات سواء في اليمن في العياق بفلسطين حتى مع بعض المؤسسات المانحة في الكويت والسعودية حنبدأ الأسئلة المجموعة الأولى نحن نوعا ما اللي هي مجهزين لألكن هي تقريبا بحدود الإداعش سؤال الأسئلة اللي هي نحن اليوم إن شاء الله هي حنشتغل على عملية تناولة هي فعليا آبع أسئلة ضمن البرنامج نحن نتلقى مجموعة من الأسئلة منكم سواء هي من خلال الزوم أو حتى من خلال البس المباشرة اللي هو متواجد على الفيسبوك وإن شاء الله هو فعليا حنشتغل يعني حنعمل سوية على عملية توفيق إجابات لأنا من خلال برنامج فضفضة خمسة إلا خمسة بحيث نوعا ما نعمل نوع من أنواع المشاكل مع عفية مع جميع العاملين في القطاع الإنساني والتنميل أنا حقا أصعد نوعا ما مجموعة الأسئلة اللي هي نحن تم العمل عليها كأول مجموعة مع عملية التراكيز مثل ما زكرنا أني بتجلسي هاي الحالية على أول أبع أسئلة السؤال الأول هو فعليا كان كيف هو ممكن أني خلينا نقول لأي شخص يكون فيه إلو مشاكة بأي مساحة للعمل المدني بيجد أنها مناسبة ومو المقصود هو اليوم فعليا بجزئية العمل المدني هو فقط المنظمات الغير الحكومية لأنه نوعا ما خلينا نقول أنهم فيه سوء فهم بهذه الجزئية صار يفهم العمل المدني هو فعليا فقط الانجي اوز أو هو فقط المنظمات الغير الحكومية أو هو فقط التشايت السؤال الثاني اللي هو فعليا حنشتغل إن شاء الله على إجابته كيف نحن اليوم كأشخاص نوعا ما هو عاملين مع المجتمع كيف فعلا نحن ممكن نبني علاقة ثقة في المجتمع بحيث نحن نتحول مو فقط لمزودين للخدمة إنما نحن فعليا فعلا صانعين للسياسات مو فقط أنا اليوم بقوم بعملية تزويد الخدمة فممكن بمراحل من المراحل ينافسني هو شركات وممكن أن يكون هو يعني efficient أو هو effective أو هو فعال بعملية تقديم الخدمة بشكل هو أفضل مني فكيف لا أنا فعلا أنا اليوم أني ممكن أنا أتحول لصانع سياسات ما لي أنا فقط هو مزود خدمة أو أنا مطفئ حرائق السؤال الثالث هو فعليا كيف نحن اليوم فعليا ممكن نكون حيادين باتجاه المجتمع اللي نحن عم نخدمه أو خلينا نقول بتقديم الخدمة ولكن ما نكون حيادين باتجاه الاستبداد يعني أي مصدر من الاستبداد ما نكون نحن فعليا حيادين باتجاهه إنما نكون فعلا نحن حيادين باتجاه الخدمة كيف نحن اليوم ممكن أن نعزز العمل المدني بحيث أن هو فعلا يكون فاعل بحيث أن تجلق لي سياسات مدنية حقيقية بالتعليم بالاقتصاد بالطب بالزاعة بالانتخابات وبكل هاي العوامل بنفس الوقت كلها يتمنعي في اليوم في ظل خلينا نقول البيئات بالأخص اللي اليوم هي حصل فيها كونفليكت أو حصل فيها هي أزمات كيف أنا فعلا ممكن أني أنا أشتغل على الحوامل أو الأشخاص خلينا نقول أو اللي هن الحاملين التغيير بحيث أنهن فعلا يكونوا حوامل التغيير حقيقيين بالأخص أنهن النشأوا في بيئة هي خلينا نقول لحد ما في ظل الاستبداد فكيف أنا اليوم ممكن أشتغل على هاي الحوامل بحيث فعلا هي تكون حوامل تغيير حقيقية في بعض الأماكن الاستجابات خلينا نقول سواء يعني في اليمن أو في سويا أو ما إلى ذلك منلاحظ أن اليوم بعض المؤسسات يعني قصد أو بدون قصد صارت هي اليوم فعليا تنتمي لجغافية مقابل جغافية كيف أنا فعلا أنا يكون هو التوجه الإلي هو فعليا فقط الاحتياج تمام؟ أكون أنا التوجه الإلي هو فعلا هو النيتس وما أنتمي أنا اليوم فعليا إلا جغافية مقابل جغافية نتيجة الحسابات اللي هي متواجدة في مناطق خلينا نقول العمل اللي نحن عم نؤدي بنفس الوقت جزء من الأسئلة اللي هي نحن اليوم يعني اشتغلنا على عملية الإجابة عنها واللي هي فعلا من الواقع هي التحديات اليوم اللي عم نشوفها في أماكن الاستجابات المختلفة كيف أني أنا أنتبه أني أنا ما أقوم بعملية تأسيس منظمة إنسانية ولكن كما بعد أنا ككوفاندر خلينا نقول أتنكى لأسس العمل المدني حتى لو كانت هي النوايا سليمة حتى لو كانت هي النوايا هي الخوف على المؤسسة أو الخوف على عملية استمال خدمة أو ما إلى ذلك قال هذا اليوم فعليا هو يعني مباهى أني أنا لأتنكى لأسس العمل الإنساني أو المدني بنفس الوقت يعني كان فيه وحدة من المصطلحات واللي بعتقد أني يعني قد يكون نحن اشتغلنا على عملية إيجادة واللي هو نحن أطلقنا عليه اسم الانجويايزيشن واللي هو فعليا المقصود فيه أني كيف نحن اليوم هاي المؤسسات فعلا ما تتحول هي لنخبة ضيقة هي منفصلة عن واقع المجتمع هي نوعا ما أسس الأشخاص اللي هنن أكثر شيء ادوكيتذ بالمجتمع أو مستقفين أو النخبة ولكن تحولوا بماحل من المراحل لأشخاص هن خلينا نقول منفصلين عن قضايا المجتمع أو الهموم اللي هن اليوم عم بيشتغلوها هي دوما هي بتنداج تحت خانة يعني أطفاء الحقائق فما صفوهن فعليا حوامل للتغيير بنفس الوقت أثناء عملنا خلينا نقول ضمن هاي الأماكن فعلا بعض المؤسسات هي نجحت في عملية يكونوا هن حوامل للتغيير أو هن يشتغلوا على عملية كسر الاستبداد ولكن كيف أن اليوم نحن ننتبه لهي المؤسسات أن هي ما تتحول أو هي ما تأدي لعملية ظهور استبداد ولكن بأشكال تانية هي مختلفة فنكون نحن عالجنا استبداد من جانب ولكن خلقنا استبداد أو مستبدين أو طغاته من جوانب تانية وآخر سؤال يعني اللي هو نوعا ما ضمن هاي المجموعة من الإداع السؤال اللي حيتم العمل عليهم أني منيجد نحن في أغلب الأحيان أن اليوم المؤسسة هي تنسب إلى مؤسسيها وهذا الشيء أكيد هو اليوم فعليا هو جيد لأنه هو نوعا ما نوع من أنواع يعني خلينا نقول حفظ المعروف للأشخاص اللي هن نقاموا بعملية تأسيس هاي المؤسسة ولكن كيف نحن اليوم نمنع أن تتشكل عقدة المؤسس بحيث أن المؤسسة ما تستطيع تتجاوز المؤسس أو في بعض الأحيان لما بتطلب فعلا عمليات أن هي اندماج نتيجة محاكالة واقع معين ما يقف المؤسسين خلينا نقول يعني خلينا نقول حاجة عسى في هذا الموضوع أو تبقى المؤسسة هي خلينا نقول على الآن في اللوب اللي هو مرتبط بفكر المؤسس فما تنجح خلينا نقول بعملية خلق جيل تاني ضمن المؤسسة يستطيع استكمال مسيرة الشيء اللي اشتغل عليه المؤسس هاي المجموعة خلينا نقول هي من الأسئلة اللي هي نوعا ما تم تداولة ومناقشتها مع الدكتورة هاني ويعني جزاه الله خاهم يعني وفى لأنه هو مجموعة من الإجابات من الخبال العملية اللي هي موجودة عنده هنبدأها الله حاليا يعني في السؤال الأول يعني كتزكيلة له كيف فعلا اليوم كشخص عامل في القطاع الإنساني والتنموي ممكن أنه هو يحافظ أنه يبقى له فيه أي مشاركات في مساحة العمل المدني واللي هو مفهومة أوسع من مفهوم الانجي او تمام بدون نوعا ما خلينا نقول ما يخلق أي نوع من أنواع اللغط في المساحة الهواء بشغلة بفضل دكتور هاني طيب الحمد لله والسلام على رسول الله شكرا دكتور حسان على المقدمة طبعا احنا بنزيع على الزوم وعلى الفيسبوك فطبعا يعني فيش لو الأخوة عندهم الرابط بتاع الزوم يخشوا على الزوم عشان الشرايح اللي موجود فيها الكلام اللي كان بيتكلم عنه الدكتور حسان اللي هو احنا الدكتور حسان طبعا متواضع شوية هو خبير في العمل الإنساني وهو صاحب الحداشر سؤال اللي احنا نتكلم فيهم لأول أربع أسئلة منهم النهاردة حنقشهم معاكم في الإجابات دي كلها وفي كل أسبوع حنضيف مجموعة أخرى من الأسئلة إن شاء الله فأول سؤال بنتكلم فيه اللي هو زي موارد دينا كيف ينبغي لكل شخص منا إن يكون له مشاركة بأي مساحة في العمل المدني يجدها مناسبة وليس المخصوب بالعدل العمل المدني هو النظامات يعني السؤال بيقولك احنا عايزين نشتغل في العمل المدني شارك الناس إزاي والعمل المدني فقط ما يكونش اللي هو في المؤسسات العمل المدني بالنسبة لي جزئين جزء مؤسسي منظم اللي هو الجمعيات والمؤسسات والابتحادات والنقابات إلى آخر والعمل الثاني اللي هو جزء غير منظم اللي هو عمل فردي وكثير جدا من الناس في العالم العربي اللي هو في الأماكن اللي ما فيهش مساحة كافية للحريات المدنية بيعملوا العمل مدني الفردي لأنه ما بيسمح لهمش أو بيرقبوهم أو بيديقوهم لما يعملوا العمل المدني المنظم في الغالبية العمل الغير منظم اللي هو الفردي بيكون الأكبر بيكون عشوائي بيكون عاطفي لأنه هو جزء من الفطرة بتاعة الإنسان يعني ها مثلا ما نديق ندر بالمثل بتاع الاقتصاد الرسمي بتاعة الدولة والاقتصاد الغير رسمي بتاعة الدولة على أن في بعض الدول في العالم كله الاقتصاد الغير رسمي بتاعة بيوصل لخمسين وستين أو أكثر من ستين في الممية من الاقتصاد بتاعة الدولة النفس اللي هو منظم اللي هو بتاعة درايب اللي هو عن طريق الشركات وعن طريق المؤسسات وعن طريق الحقيقة دي كلها فالعمل المدني بالنسبة لنا اللي هو الغير منظم ده فطرة فطرة عند الإنسان محدش مننا يستطيع أنه هو يقول ما تعملش عمل خيري ده بيكون فطرة ربنا سبحانه وتعالى حطها في قلب كل واحد فينا ده بالنسبة للعمل المدني المنظم والعمل المدني الغير منظم مفهوم المدنية هو تماما عكس مفهوم العسكرية والأمنية العسكرية والأمنية يحموا المؤسسات المدنية ويحموا الدولة المدنية ولا يدير الدولة المدنية ولا يتدخلوا في أمور الدولة الداخلية إلا الحماية فقط حماية الحدود أو حماية الأفراد مفهوم المدنية عكس المفهوم العسكرية أي كل ما نقوم بي احنا كأفراد مواطنين مدنيين يعتبر عمل مدني سواء كان فردي بغير منظم أو سواء كان مؤسس مؤسسي أما المشاركة من حق المواطن المتطوع أنه يشارك في أي مبادرة أو أي جمعية أو أي مؤسسة مدنية وفق معايير قيمها ورسلتها وآدفها وده حق مشروع المواطن يروح يتكلم الجمعية وانا عايز اتطوع معكم أما المساحة الجمعية لحد دهاله ممكن الجمعية تديني مساحة صغيرة كده أو مساحة كبيرة قد كده تعتمد على الطرفين والعلاقة بين الطرفين بين الموظف أو بين المتطوع وبين الجمعية نفسها وهي دي علاقة أردية يعني كلما كانت كفاءة الإنسان أو الإنسانة عالية كلما كان الأداء ممتاز محترم كلما كان العطاء بتاعه أو بتاعها عظيم كلما زدالت المساحة اللي حتفردها له أو لها الجمعية كلما كان العكس كان العكس تبقى المساحة اللي هنتكلم عنها إن الجمعية هتدينينا المساحة بناء على كفائتنا وبناء على اندماجنا وبناء على عطاءنا وبناء على اللي هو مهنيتنا في العمل معها أما عم مبدأ المشاركة بأي مساحة بتبترجع المتطوع أنا والله ما عجبتنيش المساحة لو عنا أعمل إيه المساحة الداتات الجمعية ممكن أنا أمشي ودي حرية شخصية لي أو ممكن أنا أبذل جهد على شأخنا عن الجمعية إن المساحة اللي هي مديها دي أقل من كفاءاتي وأقل من خبراتي وأقل من عطائي فهي شيء متبادل ما بين الاتنين أنا بزود في العطاء الجمعية بتزود في المساحة أنا بقلل في العطاء الجمعية بتخلل إيه في المساحة تاب النسبة للمشاركة في العمل المدني في السؤال الأول اللي كان بيكلم فيه حواري الشريحة يا آية اللي كان بيسألنا فيه اللي هو الدكتور الشريحة يا آية أما السؤال التاني اللي كان بيكلم عنه دكتور حسان في المقدمة ويمكن الإخوة اللي على الفيسبوك ما سمهوش اللي هو كيف نبني علاقة ثقة في المجتمع ونتحول إلى مؤثرين في إيه؟ في صناعة السياسات في صناعة السياسات لا تبنى الثقة من أطراف إلا لتتوفر التالي بين الأفراد أو المؤسسات ومجتمعاتها الناس حاسقوا فيه ليه لو أنا ما عملتش كذا وكذا 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 ففي معايير لبناء الثقة أو كنت أنا فرد أو كنت جمعية أو كنت مؤسسة أو كنت شركة إلى آخر من الأشياء اللي يجب أن تتوفر فيه نحن كأفراد وكجمعيات وكمؤسسات وكشركات أول حاجة الشفافية الشفافية كل أنواع الشفافية العمل العام مش ملكك حتى ولو كنت أنت المؤسس العمل العام مش ملكك حتى لو كنت أنت المانح الوحيد طالما أصبح عمل عام يبدأ عمل ملك المجتمع يبقى عمل إيه عام يبقى الحاجة الشفافية كل أنواع الشفافية شيفية في الحوكمة في التعيين في الإدارة في الإعلام في المرجعيات في المالية إلى آخرية إلى آخرية إلى آخرية ده المرة واحدة الانفتاح على الفؤاد المختلفة إزاي أنا حابقى أخير للناس الزخفية والناس مش منفاتحة علي وأنا مش منفاتح عليهم ده أنا منفاتح على الناس والناس منفاتحة علي المثلاثة المزلقية هالي أنا بقوله بنفزه كمؤسسة او كجمعية او كشخص او كوبطرة ولا لا او كشركة او كمصنع ولا لا الاقتصاد في النفقات المصاريف ادارية بتاعتي هل هي مصاريف ادارية يعني عالية جدا بحيث ان احنا يعني ما بتروحش لاصحاب الحقوق اي شيء منها او يروح 10% او 20% او 30% اللي هو الاقتصاد في النفقات تاريخك يكون واضح المعالم ديك تاريخ ايوة ايوة التاريخ بتاعك اكتبه وعلمه للناس العلاقات مع كافة الاطراف ما كونش انا متقوقع كده في حارة او ظلمة وما حدش معرفني ومستخبي من الناس كلها العلاقات مع كافة الاطراف المعنية كاصحاب الحقوق من الواطنين هما الفقراء والمساكين جمعيات المحلية المؤازلة والمنافسة الادارات البلدية والمحليات الحكومة المحلية الاشخاص المؤثرين كان بيكلم عنهم اخونا الدكتور حسان المؤسين في المؤسين الحياة المجتمعية كلها الشباب ورجال الاعمال وغيرهم هل انا منفتح على كل الناس دي هل لدي علاقة مع الناس دي وانا مليش علاقة الناس هستلسق معايا ازاي وانا مستخبي وانا واخد رقن كده والناس مش شايفاني يكون عندي اصدارات دورية يعني انا ايه بيطلع تقارير وبطلع مجلات وبطلع يعني اصدارات بتحدث عن اعمال الجمعية علشان ياسي يشوفه انا بشتغل فين يشوف مشاريعي ايه يشوف مصاريفي ايه يشوف بص في كام يشوف مين المؤسين عندي يشوف مين المؤسين اللي ليه ليه هناك اصدارات دورية يكون داخل الجمعية انظمة ها ودي مهمة جدا كان بتكلم مليح حسان قبل كده اللي هي تبادل السلطات يعني مايبقاش انا الرئيس للأبد مايبقاش انا المدير للأبد مايبقاش انا الوكيل للأبد يعني فيه حاجة كده بنسمعها بالانجليزي ساكسيشن بلانينج كندي داخل الجمعية وداخل المؤسسة وداخل اللي لان انا عايز اشوف شباب دماء جديدة دي بردك بتزود الثقة بتاعة المجتمع في الجمعية ان انا مكنش مصنف ان انا متعتبع توجه معين ديني توجه معين فكري توجه معين فلسفي توجه معين عقيدي توجه معين سياسي الى اخرى انا لان انا بشتغل في المجال العام انا ملك المجتمع ديني وثقفتي وقيمي واخلاقي دينية انا بطبقها عمليا من خلال اخلاقياتي العملية في العمل الاجتماعي وعمل انساني فاطبق فيها اللي هو معايير الانسانية اطبق فيها الاخلاقيات بتاع الدين بتاعتي اطبق فيها اللي هو المبادئ بتاع الدين بتاعتي اطبق فيها الحياة لكن ه checked ما نقولش ان احنا مؤسسة كذا تنامعنا نزلنا للشارع والشارع دا فيه المسلم والكافر المسيحي والمسلم واليهودي والبوذي والديني الى اخرين والعلمان إلى 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 آخر والنساء والرجال وكل الأصناف اللي نتكلم عنها دي كلها موجودة يبقى أنا بالتالي لا أميز نفسي عن المجتمع يكون الجمعية هوية وشخصية والله الجمعية دي مشهورة بإيه؟ مشهورة بإنها أحسن جمعية بتعمل مشاريع في المية أو أحسن جمعية بتكفو الأيتام أو أحسن جمعية لها إصدارات إعلامية قواتي بتكون الشخصية أو من خلال مبادئ الجمعية وأداء الجمعية بتتكون الشخصية الاعتبارية للجمعية شخصية الاعتبارية المجتمعية للجمعية بدك الشخصية الناس بالحالة إيه؟ مشهورة بشهورة يكون الجمعية أقدر كنت أباكية التاريخ التاريخ بقى في الحتة دي أنا بتك عليها كتير بكل أو أغلب الكلمات مش حول المحاضرات اللي أنا بتكلم فيها أوعوا ما تكتبوش التاريخ إحنا ضربين في الحيطة دلوقتي وشنا في الحيطة وظهرنا في الحيطة ولكننا في الحيطة علشان هؤ أن الآخرين هم اللي بيكتبو لنا التاريخ والآخرين هم اللي بيزوروا التاريخ والآخرين هم اللي بيزوروا التاريخ والآخرين هم اللي بيغيروا التاريخ بيكتبوه لأنهم قاعدين عشان يكتبوا التاريخ فحذاري أي جمعية من الجمعيات إنها متهتمش بكتابة التاريخ هم أحياء خاصة في أحيات المؤسسين والمبادرين لهذا العمل فلابد يكون التاريخ مكتوب وكل مجموعة وهي بتشتغل تكتب تاريخ عملها يعني يكون الجمعية التاريخ مكتوب ومرئي ومقروق مكتوب ومرئي مقروق مكتوب يعني كتب يعني مقالات يعني آراء مرئي يعني فيديو مسموع كمان يعني آوديو كذلك اللي هو السمعيات يعني يكون للجمعية رموز مجتمعي محترمين يعني الجمعية دي مين اللي بيمشيها فلاني فلاني مين فلاني فلاني مين كذا مين كذا ناس محترمين مش ناس معا حد شاف عنهم حاجة أو ناس عندهم مشاكل مجتمعية في الأخلاق أو مشاكل مجتمعية في الأداء أو مشاكل مجتمعية في الأداء أو مشاكل مجتمعية في الأموال إلى آخره يكون الجماعة دي هالليها رموز رموز ضحّد بعضهم ضحّوا في حياتهم عندنا في الأغاثة في سبعة من الشباب استشهدوا فضل الله سبحانه وتعالى ما بين اللي هو كاشمير والهند وكان في إطلاق النار على الحدود أو في السومال أو في البوسنة أو في التاني اسمه الشيشان إلى آخر يعني إن يكون في الجمعية أجياء المستبعة يكون قد يكون فيه جيل الكبار اللي هم المؤسسين أو جيل اللي هو العاملين اللي هم عمرهم متوسط يعني اللي هم تنفيذيين أو بعد كده يكون فيه جيل تالت اللي هو جيل إيه اللي هو جيل الشباب الصغيرين يبقى منتكلم على الجيل الكبير اللي هو الستين والسبعين والجيل الاربعين والخمسين والجيل والعشرين والثلاثين ويكون الجمعية في تنوع التنوع ده بيعكس إيه؟ بيعكس تمثيل المجتمعي للمواطنين يكون في تنوع يعكس التمثيل المجتمعي للمواطنين وأنها تصبح الجمعية مزاجية هوائية عشوائية مزاجية هوائية عشوائية للأداء يعني كل الجمعية دي مبرمجة مبرمجة بمعنى إيه؟ إنها عندها برامج وعندها مشاريع وهي الجمعية دي دايماً في برامجها يعني عارفين برامجها إيه؟ لها برامج في المياه لها برامج في التعليم لها برامج في الصحة لها برامج في التنمية لها برامج في التمكين لها برامج في حماية الأطفال الاخر ما تكونش عملية ايه ما تكونش العملية عشوائية ويكون اكتر ناس عندهم اعلى درجة من الشفافية هم مين هم الرؤساء هم الرؤساء رئيس الجمعية رئيس مجلس الادارة المدراء الاخرين يبقى انا تكلمنا في الاول على الشفافية بعمميتها واتكلمنا ديوقتي على من هو الاول والاعلى شفافية هو المدير الكبير او رئيس الجمعية دكتور حسان كان بيكلمنا على المؤثرين على المؤثرين لن نصبح مؤثرين نؤثر في المجتمع الا اذا الا ما في كل حاجة شعود وكل حاجة لها قواعد لن نصبح مؤثرين الا اذا كنا ملتزمون الناس هتحترمك الناس هتحترمك هاسمعوا كلامك كبروا مكتن عند الله ان يقولوا ما اللي يفعلون ملتزمون في ايه في العطاء ومجدون في الاداء يبقى احنا ساعتها هتحترمي ايه ده عامل من عوامل التأثير في المجتمع مش هنصبح مؤثرين الا اذا كان لنا يا شباب يعني اوراق بحسية انا ده يعني انا ده الحاجة اللي انا بتعبان عليها قوي وبزعل جدا 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 وبصرخ انك اغلب جمعياتنا لتفرد ميزانيات للبحث والدراسة ازاينا هنحنعصر في المجتمع ومعنديش بحث معنديش دراسة معنديش تحليل معنديش اوراق انا بطلعها واراق مش هنصبح مؤثرين الا لما نكون لنا سياسات مكتوبة تستنير بيها الجمعيات الاخرى كذلك مش احنا بس ومش هنصبح مؤثرين الا لو كان لنا شركات وتحالفات مع المعنيين من المؤسسات والافراد والمؤسسين المجتمعين والمؤسسين المجتمعين كتر دلوقتي يبقى اللي بدي يكون لها شركات وتحالفات مش هنقدر تكون مؤسسين يكون لها اصدارات اعلامية الناس تشوفها الناس تقراها الناس تسمعها مش هنصبح مؤسسين مجتمعيين اللي يكن لنا ايه ادبيات يعني ليه الجمعيات ما تهتمش بكتبة القصة بتاعت النجاح او قصة الفشل او قصة المعاناة او تعمل دراما لقصة نكحة لشخصيات غير عادية علشان تخلي المجتمع يحول العمل الاجتماعي او العمل المدني ده او العمل الانساني ده الى ثقافة تخش كل بيت زي اما التبسيات اللي بيجينا في رمضان وشوال وشعبان ومش عارف ايه كذا 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 اللي بديموها هنا ببعثنا عندين في البيت مش عارفين نعمل حاجة منطرنا اتفرج عليها لأدبيات ثقافية وأدبية وانا بقول الدراميات هي جزء من تأصيل من التأصيل من التأصيل للعمل الانساني يعني نحن مقدرش نطلعه في كتاب ممكن ممثل يوصله في دور بيقوم بي او ممثلة يكون لنا مواقب مشرفة في قضايا عادلة زي قضايا في ميانمار زي قضايا اليوغور في الصين زي قضايا كشمير في الهند زي قضايا فلسطين نتكلم عنها زي قضايا الاخرى في الوقت الديمقراطية وغيره لما نجد نتكلم عن ده يبقى احنا لدينا مواقف زي قضايا حتى قضايا اوكرانيا اللي هم مش مسلمين يبقى يكون لديه وقف مشرف قضايا اوكرانيا وملايين الناس اللي خرجوا من اوكرانيا واسبحوا نازحين في داخل اوكرانيا أو اسبحوا لاجئين في الدول موجودة الاخرانيا كلنا مواقف مشرفة مع قضايا اطفال قضايا التشارد وقضايا اللجوء وقضايا الاعتدار عن النساء وقضايا التغير المناخي اللي هو بيفسل بيفسل التغير مناخ ده الدول العزمة دول العزمة ايه الاخر. لان يكون لنا تاريخ انا بنكلم فيه عن انجزاتنا كده كلمت في التاريخ في المعرفات. يكون لنا مبادرات. مبادرات دي ايه? بنشترك في تنفيذها مع شركاتنا. اقول لك يعني ايه بنشترك فيها يعني? يعني قد اكون انا ها? يا اخ مرشد ويا اخ فتح الله. كان اخونا ويا اخت نزة. قد اكون انا صاحب المبادرة. وصاحب الفكرة. لكن انا لن اعلن عنها. لان حد هب لزملائي وشركائي وقرانائي في المجتمع. اقول لهم يلا. ايه رأيكم الفكرة دي? لو استحسنوها يبقى كلها نعلن عنها كمجموعة. هنا انا بتنازل في هذه الفكرة عن جزء من شخصيات الاعتبارية الفردية الشخصية والمؤسسية. من اجل المصلحة العامة. يبقى يكون لنا مبادرات نتشارك في تنفيذها مع شركاتنا وانا استأسل بها انفسها. رغما عن انها فكرتنا ورغما عن انها من اصلحنا الايه اللي عملناها. ان نقدم مبدأ المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ونتنادى عن جزء من شخصيتنا الاعتبارية من اجل تحقيق الفكرة. يكون يا رسالة ما ينفعش ما ينفعش ناثر في الناس والناس مش عارفين رسالتنا ايه? ايه رسالتنا? العدل? الحرية? المساواة? الحفاظ على الحقوق? الدفاع عن المرأة? الدفاع عن الطفل? اه محاربة البطالة والاعطالة? محاربة الفساد? في رسالة مع الهدف ده بيكون معنا في ايه? رسالة. فالمؤسسة نعتبرها وسيلة. ايه واحد فيك ويفتكر ان المؤسسة دي غاية او هدف? المؤسسة وسيلة نبني بها المجتمع. وسيلة نبني بها المجتمع. ونحل بها مشاكل المجتمع. اللي احنا من اجلها اسسنا المؤسسة. لم نؤسس المؤسسة عشان وظيفة? ولم نؤسس المؤسسة عشان عرق? او عشان جنسية? لا. ما اسسناها عشان مجتمع. اما الغاية العظمة بتاعتنا? فهي ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. الذي يرضى الذي يرضى ايه? ان رجي عنا اصحاب الحقوق من الفقراء والمساكين. الخاتمة بتاعت الفقرة التانية دي. ان اردنا ان نؤثر فلزاما علينا ان نتأثر. بما يؤثر في الاخرين. وان نقيص اثر ما نقوم به بطرق منهجية. منهجية. مش عشوائية. مش فردية. مش عاطفية. مش تقلبية. ولا اثر بدون تأثير ولا تأثير بدون قياس. لا اثر بدون تأثير ولا تأثير بدون قياس. ده بالنسبة للسؤال الثاني اللي طرح علينا الدكتور حسان. اما السؤال الثالث هي في الحيادية. الحيادية مشكلة معضلة. تبقى شاف الانسان قدامك بيتدبح وتعد ساك. اصل الحيادية انك لا اله ولا 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 ولا. الحيادية اللي احنا تعلمناها في العمل الانساني خاصة الدولي. انك لا تكون لا اله ولا ولا خلاص. فهو الدي. ان تقبع نفس المسافة. تلبعد بين الظالم وبين المظلوم. فهو الدي. ان تلتزم الصمت في صبر يعجز الاستبار. يعني المستبرين مش هيقدروا يصبروا او يصمتوا على الصبر بتاعنا. ده ماذا؟ كي تستمر عجلة الحياة. ليس من اجل الانتاج والانجاز ولكن من اجل البقاء. خليك كده يعني بس اشتغل فتعملش مشاكل مع الناس. خليك حياة دي كده. لا تروح هنا ولا تروح هنا. ان تدرك ان البقاء قد يصبح غاية. والاسف يعني. لا يستطيع تحقيقها الكثير. بس عشان نقعد نعيش. كنا نعيش. ما حدش يتكلم. ما حدش يكون يرأي. ما حدش يدافع. ما حدش يقف. ما حدش يقاوم الى اخير. ان يكون سقف التوقعات بتاعك قد يصل قد يصبح اقل من المعدة المطلوب. لو الحياة ديها كده. يكون سقف التوقعات ده. مش هنا. يبقى هنا. اقل من الطاقة المطلوب. لايه? الاستمرار الحياة. الاستمرار الحياة. في الحياة دي. الحياة هتصبح حلم. حلم. زي ما انا كنا شايفين المعاناة بتاعت اخواننا في اليمن. واخواننا واخواتنا في افغانستان. واخواتنا واخواتنا في سوريا. يعني انا عايز خيمة بس. عايز اعيش انا اولادي. حاجة عرة. ان انا مش قاعدتين الصحة. مش لدينا نقول الصحة صحة. وتغاد تغاد. في نفس الوقت تنهب ثروات هذه الدول امام عيوننا. في الحياة دي لحنا تعلمنا انك سوف تجرد من رسالة التعبير. انا عن رأيك. مفيش داعي بقى. تعمل لنا مشاكل مع الناس. وكده وكده وكده. مفيش زحمها. كبر موخك. كبر موخك. فوت. فوت فوت الموجة. بالحياة دي ان الرأي لا قيمة لهم. واليوم مثلا نتحدث عن الحفاظ وانقاذ اصحاب المظالم. بس نخلينا نحفظ عليهم. ان شاء الله يعيشوا في خيم. ان شاء الله ما يتعلموا. ان شاء الله ياكلوا واحدة في اليوم. بس خليك ما تزعلش الناس منك. في الحياة دي هي ان حقوق المصطلعفين اصبحت سراب. الناس عايزة. لان ده اقام في الحياة. اللي خرجوا دون من نازحين ولاجئين ومشردين دول. مكنش لهم دعوة لبحرب ولا باي شيء. مزبوهم ايه. نخليك كده. في الحياة دي ان العزة والكرامة والرفع والمسواة والقباء ليسوا لأصحاب الحكومة الفقراء. يعني يا خواه. اديهم حبة رز. اديهم حبة دقيق. اديهم حبة زيت. اديهم حبة ملح. اديهم حبة عتس. اديهم خيمة. اه دي مش نفعة. اديهم خيمة تانيا. اديهم خيمة تانيا. يعني 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 ده بني آدم. او دي بني آدمة. دي حياة. ده انسان. ده خليفة الارض. لا في الارض سبحانه وتعالى. ان المرأة قليعتقد انها مرحلة. والاسف هي مصار. الحياة دية والاسف ما اصبحتش مرحلة. اصبحت ايه مصار. دي بعض السلبيات اللي قد راها المرأة منا حينما يناقش مفهوم الحياة دية. حينما يناقش مفهوم الحياة دية. لكن في بعض الاستشكالات. انا بس مش عارف اقرأ. الكلمتين الاخرانتين دول يا اخ دكتور وسائل. دكتور حسين. عندك انت. ايوة كده. وده بيوجينا بعض الاستشكالات. في كده استشكال في الحياة دية. انا سوتها عليكم والاسف. عميها بقت ضلمة دلوقتي. برغم ان حيني الشمس طلع فوق. شايفين انا لابس اللبس ازاي ده. عشان الشم الدنيا ربيع والجوا ايه بقى الاستشكالات دي؟ تعريف الحياة دية. مين اللي عرف الحياة دية؟ مش احنا. اكتهد الغرب مؤسساته متعددة في وضع في وضع والاتفاق على تعريفات معانه. جزاهم الله خير. مالتزموش هم فقط بيها لكن ألزموا العالم كله بيها. خلاص؟ التعريفات دي بتمثل وتعكس الثقافة والفكر والعقيدة والقيم والأخلاق والتاريخ اللي وضعوها. كانوا وضعوها بدول مسيحيين بوذيين مسلمين لدنيين الى اخير. فكل واحد بيفرض ثقافته داخل التعريف اللي بيفرضه على الناس. وده حق مكتسب ليه منهم تعبوا. بغض النظر بقى احنا موفقين على التعريفات دي ولا مش موفقين على التعريفات دي. اما في المجتمعات الشرقية اذا ما قلت قبل كده من شوية. احنا ما عندناش ثقافة توفير الدعم والمال للدراسات والابحاث حتى نخرج للعالم تعريفات يؤمنوا بها. غالبية المؤسسات اللي انا دورتها في خلال الاربعين سنة اللي فاتت من حياتي او اكتر قد لا يكون فيها قسم للدراسات والابحاث وان كان قسم ما فيبقى على استحياء شخص ودمزانية يعني زهيدة. فكيف ان انا هعثر وطلع تعريفات وطلع ثقافات وطلع قيم وطلع اخلاقيات جديدة ازاي بقى انا مش من حقيقة بقى انا اشتكي. انا اشتكي ها لما كون بزلت الجهد والمال والعرق لكن انا ما ببزلش. ده الاولانية. الاولانية. التاني مساحة الحليات المدنية المؤسسات في العالم التالت او الرابع او الخامس او السادس. العالم اللي بتحكمه العسكر. واللي بيحكمه الامن. واللي بيحكمه الدكتورية الغاشمة. ما فيش مساحة الحريات. فازاي ان انا هستطيع ان انا احقق مثل هذه الاشياء. الحيادية. انا ملتزم بما يفرض عليه. حتى لو انتوا سألتوا الشباب اللي شغلين في العمل الانساني الدولي. كل منحة بتجيلك عندها ثقافتها. وعندها قيمها. وعندها اخلاقها. وعندها فلسفتها. وعندها عقدتها. عايز فلوس نفذ. حتى شروط البنك الدولي وشروط المصندوق النقل الدولي. بيفرض عليك سياسته هو. اللي اللي هي الفاسدة. اللي بتحكمها حكومات فاسدة. فبالتالي بتستطيع بتتذهب للبنك الدولي. هو صندوق النقل الدولي عشان يديها فلوس بشروط. كل مانح لشروط. ازاي نستغنى عن هذه الشروط؟ بكون انا مانح نفسي. النقطة التالتة ان احنا كلنا او غالبيتنا شغالين في سياسة ادفاء الحرائق. يعني مثلا انا تعبت. يعني تعبت كتير. مع كتير جدا من الشباب اللي دخلوا العمل انساني خاصة بعد الربيع العربي. في سوريا وفي اليمن وفي كده كده. الشباب مش فاضيين. عادين بيتفوا حرايق. وكل اللي بيجرهم فلوس. اسرف 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 اسرف. اكل شرب نايم شرب. طب يا اخوانا. عدوا ادوا لنفسكم مساحة من الوقت عشان تفكروا. عشان تحللوا. بقى لي اربعة ايام دلوقتي. باتصل باحد الاخوة اللي هم انا بيحبه جدا. المسؤول المؤسسات الكبيرة. مش عارف اجيبه. لما اسألت الاسرف يوفد بيزور البلد اللي هو فيها. اربعة ايام. انت الكبير. الكبير ده يكون عنده مجال علشان يحاول يشوف الرؤية. حاولنا نقول لهم يا اخوانا يعملوكي ادارات للتواصل. ادارات للبحث. ادارات الحاجات دي كلها. لا. والكل المنحين. خاصة العرب حاليا بيحبوا اكل شرب نيم سكن. طيب وبعدين فين فهم. فين مكن. فين وجه. فين درس وادرس. فين. فين فكر. دي النقطة التالتة. زي ما الاغنية بتقولك بتاعت المكرسوم العيب فيكو يا في حبيبكو. اما الحب يا روح عليه. النقطة الرابعة ان احنا ما بنؤمنش بالشراكة. كل واحد عايزوا اللوغو بتاعه. ها دي اللوغو اهو. شايفين؟ هادي اللوغو بتاعه. اهو. ده وبعد التفان. لو انا مش شايف ان الشعار بتاعي اللي هو اللوغو هو اللي في النص وهو اللي فوق وهو اللي في الاول مش حاجة. كنت انا في العراق في المنطقة بتاعت الاخوان الاقراض فكانوا بيقولوا لنا. يعني لما بيحبوا. انت في اشتراك عامة يعني يعني بس مش في الاقراض يعني. في العراق ككل او كم. لما يحبوا يعملوا ورشة عمل. وده انا شيء انا مسته. فكانوا يتصلوا بالشخص اللي منظم الحاجة دي. ايه في حد. انت هتستفيد من الورشة دي ايه. وكأن اللي بيعمل ورشة عمل. لابد حيستفيد منها. طيب لما انا حاجي. هتديني حاجة. قلتنا انا بكلم مع بنتي من بناتنا. الشابات السوريات. وبتقول لي اه لو انت عايز تيجي في المدينة بتاعتنا. بتاعف تقول ايه. هيجي وقولك معاك فلوس لنا ولا معاكش فلوس لنا. يعني مش بيفكروا على شيء خبرة. على تجربة. على تعلم. على تمكين. على رؤية. على رسالة. على قيم. على اخلاق. مش ممكن على ابني مجتمع بالطريقة دي بالفلوس بس. مش ممكن. الشراكة المجتمعية مهمة جدا. ورد فيجن اكبر مؤسسة في العالم. يمكن مزانيتها وعدتها عدت اربعة مليار دولار. انا بقول لكم. وغيرها. لن تستطيع ورد فيجن او غيرها. انها تبني مجتمع لوحدها. فذلك ومعاملين تنسقيات فيها شراكات. اتمنى منها واحد اسمها ايه اتشار. ومن حاجة اسمها اه في امريكا. اسمها يا ربي. اه مش فاكر اسمها. في برثانيا اسمها بوند. اه وفي امريكا اسمها انتر اكشن. انتر اكشن فيها تلتمين المؤسسة. بيعودوا مع بعض يتكلموا. يتبدلوا الاراء. يبنوا شراكات. وكل مؤسس فيهم عندها مليون واثنين وخمسة وعشرة وخمسين ومية ومتين. لكن بيعودوا مع بعض. نقطة الخمسة. مين اللي يملك المؤسسة؟ مجلس ادارة؟ المانح؟ المؤسس؟ لا المجتمع. المجتمع هو المالك الاول والوحيد بعد الاصحاب الحقوق من الفقراء والمساكين. المجتمعات هي الملكة الحقيقة للمؤسسات وان مجالس ادارات والرئاسات ما هم الا ادوات تنفيذية داخل المؤسسات لتحقيق طموحات المجتمعات التي لا حدود لها. فانت خلصنا من كل هذه المسالب لانا بتكلم عنها. المعيقة لعملنا لا استطعنا ان نتقدم لقيادة المسالات المجتمعية المحلية والدولية. واستعنا ان نضع اطر لمسارات جديدة يتبعنا فيها الاخرون. وان نغير مفاهيم معايير وبادئة العمال الانسانية والاجتماعية التي تكون بها المؤسسة. نبص في انفسنا. ونغير اداءنا. ونغير فكرنا. وان نتقدم بالعمل معتمدين في بعض الله سبحانه وتعالى. السؤال الرابع اللي نتكلم فيه. كيف المجتمع المدني ان ينتج سياسة مدنية. بتكون ايه صراحة الاستقصاد والتعليم وانتخابات الاخيرة. انا فيه كده كلمة في الاول كتبها. عشان الاخوة اللي على الفيس بوك اللي مش شايفين الزوم. بيقول ابول في ايه. الدولة او الوطن او الحكومة التي لا تؤمن بالعمل المدني. ودعم مسير بناء مؤسسات المجتمعية هي دولة هشة. في وطن غائب عن الوعي. تحكم الحكومة تعاني من الموت السريري الاكلينيكي. اولا تاني. الدولة او الوطن او الحكومة التي لا تؤمن بالعمل المدني. ودعم مسير بناء مؤسسات المجتمعية دولة هشة. حتى ولو كان عندها مال قد كده. جيش قد كده. افراد قد كده. هي دولة هشة في وطن غائب عن الوعي. تحكم حكومة تعاني من الموت السريري الاكلينيكي. الاكلينيكي. نعم عارفة تمشي الدولة كده ولا كده. يستطيع العمل مدني بمؤسساته المجتمعية المستقلة ان يقوم بكل هذه المهام. اللي هو السياسات. التوجهات. الاستقراءات. الابحاث. الحلول. الى اخرين. واقصر. ودل على ذلك وما قام به المكافآت السورية خرجوا من مجتمع ما كانش فيه مجتمع مدني مؤسسي. كان فيه مجتمع مدني فردي. عشوائي. عاطفي. لان النظام هناك نظام يخيجع مساحة الحريات قليلة او في بعض احيان معدومة. فان توفر للانسان. ابسط عوامل حياة الامنة. لاخرج ابداعات نهضوية حضرية سوف اتعجب منها الخلائق واسعب بوجودها الخالق. لانها سوف تدلل على مدى قدرة الانسان على استعمال ملكاته. او ملكاتي الخبيئة. والتي ورثا عن مين؟ عن ابينا ادم. عليه السلام. وعلم ادم الاسماء كلها. ثم اعلم عن الاسماء. ربنا حتى كل هذه الملكات. داخل مخ ادم. لما حبه يخلي الملائكة يسجدوله. فلما سهل الملائكة عن اسماء معرفوش. قال له انبقهم يا ادم. فانبقهم. فسجدوله. ودي اسماء. هي اسماء علوم اقامة اركان الحياة. دي موجودة في كل واحد فينا. سواء كان مسلم او غير مسلم. سواء كان كافر او ملحد او او الاخر. لاننا كلنا ابناء ادم. من اكتشفها منا. ربنا بيكافؤه حتى ولو كان غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى. حتى لو كان غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى. حتى لو كان مؤمن بالله سبحانه وتعالى. لان ربنا لن يحرم احد قد اكتهد وان كان كافر. اسماء هذه هي اسماء العلوم اقامة اركان الحياة واكتشف كنوسها ليس على ظهر الكوكب الارضي بل في كافة ما خلق الله من كواكب. هم مجرات وعوانم لم يكتشفها ابناء ادم فيها بعض. ممكن نعمل سياسة ما نعملش ليه؟ ليه لما نعملش؟ الديني حرية. الديني حرية حتشوف الابداع بداع حيكون شكله ايه؟ العمل مدني في تعريفاته هو عمل تقاطعي مع كافة المكونات المجتمعية. يتدخل مع كل ايه؟ المكونات المجتمعية وتفاعله مع كل افراد. مع افراد كل مكونات المجتمعية. ويتبدأ بالانسان سيد وقائد البشرية الخلاقية. ثم تتبعه تفاعلات كافة خلاق مع ما يقوم به من بناء مجتمعاتهم للمحافظة على كدونة وجوده. والعمل مدني قد يكون فردي. لان احنا ما كلمنا عنه في الاول قلنا انه فردي ومؤسسي. لانه فطري. وقد يكون ايضا جمعي. مؤسسي. لانه يعكس التوراة الطبيعية لقدرة الفطرة السليمة. لقدرة الفطرة السليمة للانسان على مواكبة النمو الطبيعي والعشوائي للمجتمعات. لذلك فان العمل المدني الانساني والاجتماعي هو فطرة وحاجة ووسيلة وغاية وقاعدة ووسع واساس بناء وراية وسلوك وصبر متشعبة متماسكة ومتباعدة وثقافة وفكر وفلسفة ومناخ وتاريخ. وكلنا ممكن ندلي في هذا المجال بدلوية نظام احنا عايزين. هل ممكن احنا نعيش مدينة عمل مدني؟ او لا. نعم. للي بيحاربوه. لما كانوا بيحاربوا العمل مدني في الدول الاوتوقراطية او الدول اللي هي تحكمها انظمة قمعية. الناس كانوا بيحاولنا عمل مدني الى عمل فردي. انا ادرب المثل لما كنا رحنا الروسيا. يقولنا الجمهورات المستقلة دي كلها. عرفنا ان الناس. انا بكلم عن المسلمين. مش عارف المسيحين كانوا بيقولوا ايه. كانوا بيحافظوا على الدين بتاعهم. بتعرفوا ازاي؟ ان اثناء الاحتفالات الدينية في مولد النبي. وبالعيد الاطحى. وعيد الفطر. وحتى الطهور بتاع بتاع الاطفال. كانوا بيتولوا المدة. تعرفوا ليه؟ علشان يزودوا المدة التواصل بينهم ومعضوا. يكلموا مع الدين. لما سقطت الشيوعية في نهاية القرن الماضي. بعد انهزام الاتحاد السوفيتي في افغانستان. خرجت كل هذه الشعوب باجانها. المسيحية واليهودية والاسلام. ما راحش. استطاعوا انهم يحافظوا عن العمل المدني من خلال الافراد. لعمل الفردي. نعم لمن حاربوا وضيقوا عليه الخناق واختذلوا مجال الحرديات المدنية للشعوب من قادة والانظمة القمعية للتحرم المجتمعات من حقها في الحياة. ويصبح العمل مدني عمل فردي. عاطفي عشوائي. لانك معشر تعليم. مفيش مجتمع في العالم حيستطيع يعيش من غير عمل مدني. يعني عمل فردي. يعني عمل فطري. يعني عمل اخلاقي. يعني عمل قيمي. يعني عمل مجتمعي. على مستوى الفرد. قد يكون تأثيره اقل. لكن هيحاول بدل عربية المجتمع. الفيكر بتاع المجتمع او عربة المجتمع. ما تمشي بسرعة 200 ميل في الساعة. حتيمشي بخمسة وعشرين ميل في الساعة. لكن المجتمع هيفضل حي. وحيمشي الطاغية. وحيمشي الأنظمة الطاغية. وحيخرج من هؤلاء الناس بكفاءتهم. زي مدار دوري بناء المسأل الشعب السوري. لما خرج لمكاء أماكن اللي فيها حريات. واستطاعوا انهم يبدعوا في هذا المجال. انا كده بشكركم. آآ جزيل الشكر. وعطي الميكروفون لأخونا دكتور حسان. عشان يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا يعني دكتور هاني على الإضاءات هاي المهمة. انا في البداية يعني فقط بدي أصلت الضوء على بعض المقاط وبعدها حعطي المجال يعني للأسئلة للزملاء. انا على الحالة السورية. فعلا كان في عنا تصحة او انعدام للعمل المدني. آآ وهو يعني للأمان هو كان شيء هو مقصود وليس عبسي. وهذا بأكد كلامك ان ليش هي كانت الدولة هي دولة هالشيء. ولكن بنفس الوقت هون يعني هي في نقطة ان في غاية الأهمية. ان اليوم نحن كسوريين لما انطلقنا لاحقا في العمل المدني. انا بعتقد ان اليوم فعلا النموذج السوري هو خلق عدة نجاحات. ولكن كمان بنفس الوقت لازم نعمل اضاءة. ان كيف نحن بماحلة من المراحل. عندما نصل الى ماحلة اعادة بناء الدولة. ممكن نخلق حالة توازن ما بين توغل منظمات الغاهب حية او الانجي اوز. وما بين خلينا نقول دور مؤسسات الدولة. يعني هل مستقبلا وهذا ممكن يكون يعني صراحة هو واحدة من الاسئلة. ان كيف انا اليوم مستقبلا في حال ان شاء الله ان يعني سويها يعني عادلة الى السلام. كيف انا اليوم بستطيع ان اقلل من عملية توغل المنظمات الغاهب حكومية. واعيد ادواء الدولة لقلة. يعني انا اليوم كمؤسسة. تغول اصدق مش تغول. 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 انا اليوم كمؤسسة. انا قد اليوم مستلم او عبدية عشرة الاف مدرسة على سبيل المثال في سوريا. كيف انا اليوم هاقبل وحتى عن حسن نية اني انا اسلم هاي المدرس لاي مدرية تابية قادمة في المستقبل باي دول يعني في اي دولة مستقبلية. فهذا الامان هو ممكن مسلا يكون هو اليوم يعني واحد من الاسئلة اللي هي ممكن ان شاء الله اه هو نحن اليوم نداولة اه هي مستقبلا. فالعمل المدني هو مهم ولكن هو لا يغطي الفجوة في المجتمعات اللي نحن عمن عمن خدمة. وليس هو اني خلينا نقول لا يخلق آلة اه تغول اه في اماكن الاستجابات. اه النقطة اللي هي اليوم فعليا للامانة هو زكاة الدكتور هاني اه واللي هو زكاة من الحالة العاقية. وهي هي حتى الامانة شاهدناها نحن بالحالة السورية او حتى العمل في استجابات. اه بتدعي الاحال على واشا فبيقول لها هل هتعطيني اللابتوب هل هتعطيني آآ با دي ام هل هتعطيني انسنتر شو شيء هتعطيني يا. طبعا هذا الامانة هو جزء من سببه اني انا باقي اني هو في انموزج يعني دولي في عملية تقدم مساعدات هي خلقت خلينا نقول في بعض الاحيان هي اجنة مشوهة. فاليوم انا قولا واحدا انا ما هدفي اليوم اني انا اقوم بعملية محابة آآ يعني بعض هاي النمازج الامامية. انما انا اليوم هي جزء من مسؤوليتي اني انا اخلق النموزج البديل. واطرح انا اليوم هادا النموزج الالي. تمام? والمجتمعات هي نوعا ما هي اليوم خلينا نقول تفصل او هي الحالة الصحيحة هي اللي بتسبت حالة في المجتمع. بنفس الوقت واحدة من النقاط المهمة اللي هو طارحة دكتور هاني. وللامانة هاي نحن اليوم نشوفها في المؤسسات اللي هي حديثة النشأة اللي هي فعلا يعني بمعنى آخر بتتحول المؤسسة من اداة ووسيلة آآ وبدل ما تكون ان هي فعليا اسست لغاية تصبح هي الغاية. يعني حقاجع عيدة. بدل ما ان تكون المؤسسة هي اداة او وسيلة او هي اسست لغاية تصبح هي للأسف هي غاية بحد زادة. آآ فهذا فعلا هو اليوم فيه اني جهاد نفس آآ يعني جدا كبير. وهو فعلا بتطلب اني خلينا نقول نتكلم عنه باستفادة رضا حتى ان هي لاقا بحيث اني انا كيف اضع انا سياسات واجهاءات فعلا اه منعني انا حتى ازا بدي اخلق حالة استبداد مي مقصودة حتى لو عن حسن نية تمام. آآ انا اليوم ان هي اليوم ما ما اتمكن ما اتمكن فيها. آآ ازا كان اليوم اني عن قطاعات وكيف اني اليوم هي الدول يعني كيف بتاكز على للأسف القطاعات اللي هي بتقوم بتزويد السلة الغزائية او ما الى ذلك. والدليل على هذا الامر اليوم بتاجعوا اغلب الاستجابات الانسانية بتلاقوا للأسف ميزانية قطاع التعليم هي الميزانية الاقلية. برغم اني اغلب النتائج الكايسية في كل هي الاجتماعات هي ناجمة للتعليم. آآ فهو يعني هذا واحد من القطاعات اللي انا دوما بقول. آآ آآ انا في عنديات انا ممكن ااخد تمويل آآ المنشأة من المانحين ولكن تشغيلها هو حصلا لازم يكون للمجتمع. انا ما عندي مشكلة اني انا ااخد تمويل المدرسة من مانح اكس او واي او زد ولكن تشغيلها لاجل فعلا انه اليوم انا ما اخلي قطاع التعليم هو يتأدلج او هو يحافظ خلينا نقول على الهوية الالو. يعني متل ما حكى دكتور هاني اني كل اليوم منحة هي بدا تنفز افكار المانح. هتنفز ثقافته. فانا اليوم لاجل احافظ على هوية المجتمع. انا باخد المنشآت من الجهات المانحة اي يعني اي كانت ولكن تمويل المنشأة او تشغيلها انا بحاول قدر الامكان اني انا فعليا احافظ المجتمع هو ليشتغل فيه. وهون في تجربة للامان هي اليوم ناجحة برغم ان اليوم حد الفقر في سوريا هو بتجاوز التمانين بالمية احدى المؤسسات اللي هي اليوم عاملة في قطاع التعليم يعني وبحب انا فعليا ان هي يعني ازكا اللي هي مؤسسة ميداد نجحت بعملية اني ايجاد تمويل من المجتمعات نفسها لأكثر من ميتين وستة وستين مداسة. المجتمع نفسه برغم اني حالة اليوم حد الفقر في سوريا هو بتجاوز التمانين بالمية ولكن نجحه بعملية ايجاد آلية مجتمعية اني يقوموا بعملية المجتمع هو يقوم بعملية تمويل منشآته التعليمية. بنفس الجزئية اللي هي اليوم متعلقة خلينا نقول باطفاء الحرائق وهون قد يكون اني نحن نتكلم يعني بجانب العلاقة في موضوع التطوير المؤسساتي. انا دوما بقول اني المؤسسات دوما هي تحتاج لعمليات منفصلة للتطوير المؤسساتي وإداية الابتكار عن العمليات التنفيذية التقليدية. واذا مشوا كل المساعين بنفس يعني خلينا نقول السلسلة هذا الامر في الغالب حيقود للفشل. الشخصي اللي هو اليوم بيفكر في عملية الانوفيشن وإيجاد الافكار وعملية تطوير المؤسسات. اذا نفسه هو انت اليوم اشغلته في موضوع التنفيذ ما يعني التفاعل ما بيحصل. تمام? فلزلك انا دوما بقول مو فقط هي مؤسسة للأبحاث. هو فعلا نحن اليوم اني شكل حواضن ضمن مؤسساتنا. هنن الاشخاص المفكرين اللي هنن اليوم بيقوموا بعملية ايجاد طرق او ادوات او حلول غير تقليدية للتحديات اللي هي المجتمعية. للأسف يعني بالاضافة للجزء اللي تكلم عنه دكتور هاني. اني نحن اليوم ما في عنا بمؤسساتنا اقسام للأبحاث. المصيبة الاكبر اني نحن تطلع عنا نتائج البحث قبل ما نقوم بعملية البحث. فهي للأمانة هي هي واحدة من المعضلات. فبتحول البحث هو لديكورة او بتحول البحث هو فعليا فقط لعملية يعني بجت لاين. وانا اليوم لازم اقوم بعملية اه انفاقه. اه زكرة دكتور هاني يعني هي للأمانة نقطة في غاية الاهمية وهو بدأ قد يكون في مصطلح الحيادية. انا بقول اليوم نحن جزء من اشكاليتنا هي اشكالية هي متعلقة اليوم للأمانة هي في عملية تعريف المصطلحات. اه وانا وانا بشوف هذا واحد من الجوانب اللي هو فعلا لازم نحن اليوم ان يتم الاستثماع فيه بمجال العمل المدني خلينا نقول في منطقنا العابية. لاني انت اليوم لما ما بيكون في عندك حالة وعي للمصطلح ومفهومه. اه فانا بسهولة بس انا اسبت عندك المصطلح انا بابدل فهمك ووعيك فيه. فبالتالي بابدل لاحقا سلوكا. واذا دعطي انا اليوم مثال وكل ياتنا اليوم نحن سمعانين فيه. لاحظوا كيف انه اننا اليوم قاموا بعملية تبديل المصطلح من كلمة شواز الى مثلية. فهي هي 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 بشكل او باخه هي عملية خلينا نقول هي حاب مصطلحات. ونفس الشيء اليوم هي جزئية الحيادية. انا دوما بقول اه انا حيادي اتجاه المجتمع لانا باقوم بعملية تخديمه. ولكن انا اليوم مالي حيادي باتجاه الاستبداد. اه انا قولا واحدا انا اليوم يعني بالنهاي انا حاكون اه يعني ابن بيئتي وابن يعني منطقتي وابن اه خلينا نقول خلفيتي الدينية اللي هي اللي هي متواجدة. انا حيادي في اتجاه المجتمع لانا عباقوم بعملية تخديمه. ولكن بنفس الوقت اذا تلبت هي المتطلبات الى له. يعني حتى في البيئات خلينا نقول اللي هي الى طبيعة ازمات. انا دوما بقول انا عندي استعداد اقدي الخدمة في اي منطقة. انا يطلب مني فيها. ولكن يتأمل لأي لي ثلاث اشياء. الكواده اللي انا اليوم هي فعليا عبت ادي الخدمة اضمن ان هي ما تعتقل. اه هي الخدمة هي اليوم ما ما تفيد اي طاف هي من اطاف الصياع او هي اني تسبت اه يعني خلينا نقول السلطة القائمة اللي هي لأ له. وبنفس الوقت اني يتنفز خلينا نقول المبادئ العمل الانساني اللي هي اليوم منصوص لأنا. فانا اليوم لما انت هاي النقاط الثلاثة هي بتسمح لي اني انا هي اماسة. انا قولا واحدا انا حيادي باتجاه المجتمع اللي انا عباقون بعملية اه عباقون بعملية خلينا نقول خدمته. اتكلم يعني دكتورة هاني عن جزئية هي اليوم متعلقة في 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 القياس. يعني دوما هون نحن في عنا مقولة اداية. الشيء الذي لا يمكن قياسه لا يمكن ادايته. انا بقول اكثر من هيك اني نحن للأسف في مؤسساتنا بشكل عام. نحن نضع مؤشرات افعال وليس مؤشرات نتائج. اه شو هو المقصود في هاي الكلمة? يعني نحن اليوم بنضع مؤشر اني نحن اليوم قمنا بعملية تدريب اه عشرة اشخاص على اداة المشايع. ولكن هل حدا مننا بيقوم بعملية قياس? اني هدول الاشخاص اللي نحن اليوم قمنا بعملية تدريبه. هل فعليا اختلف الاداء الان? هل فعليا اختلف السلوك الان? هل فعليا خلقوا قفزة في المؤسسة في المساحات العمل اللي هن كانوا عبقون بعملية اشغالها? فالاهم من عملية ان مؤشراتنا فقط انا اليوم قمت بعملية تقديم الف سلة او انا اليوم قمت بعملية تخديم خمس ماركز او ما الى ذلك. انا فعلا اني انا اتحول لمؤسسة من خلال خلينا نقول السياسات المدنية اللي هي تكلم عنها يعني خلينا نقول دكتور هاني واللي اكون انا اليوم فعليا فاعل فيها وانا اليوم هي اه مؤسسة اه فيها. اه اه اتكلم دكتور هاني حتى عن جزئية المبادرات. اليوم المبادرات انا بعتقد ان هي افضل وسيلة نحن اليوم لنبني السقة كمجتمع مدني بينات بعض. انا في بعض الاحيان انا عندي قضاء اني انا انفز المشروع بشكل كامل لوحدي. ولكن انا اليوم لما بعطي جزء منه لمؤسسة هي بتشاركني بنفسه رؤية والفيجن والميشن والاهداف. تمام? انا ما بس اني عبا قوم بعملية تعزيزها. انا عبا بخلق خلينا نقول عوامل سقة. بيني وبين الاسام تاني هي بتشاركني بنفس الهدف فهي بشكل او باخر هي حتتشارك معي الحمل. فنحن منكون عم نتشارك الحمل بدل ما نحن عم نتشاكس. اه خلينا نقول بعملية اه بعملية اني تنفيزه. واخر نقطة يعني انا بدي انهي فيها. اه اليوم قولا واحدا يعني السياسات والاجراءات مثل ما حكى. اني خلينا نقول دكتور هاني هي شيء جدا مهم. اه والشفافية وغماء لذلك. ولكن كمان ننتبه. اني ما نحول خلينا نقول السياسات اه لشيء هو ممكن يقيد العمل اه في المؤسسة. طبعا هي هي ميدعوة لعدم الالتزام بالسياسات. انما انا دوما بقول السياسة هي اليوم فعليا هي بايزلاين. الهدف الاساسي ان هي تساعدني في عملي. ولكن الى هدف تاني اني انا اليوم لما اختلف بجزئية معينة بالعمل. انا والدكتور هاني يكون في عنا ماجعية هي نرجع لألة. ولكن قولا واحدا لما بتكون انت في عندك سياسات واجراءات. وانت وضعت او تم خلينا نقول فارضة عليك هي من المانحين. وعبتشوف صافي الى تقييد في عملك. لازم انت اليوم داخليا تجلس مع نفسك وتعيد خلينا نقول بعملية باعماشتا. وما نتحول خلينا نقول لمزودين خدمة او فقط هو منفزين جيدين. اه جيدين. لان ما هذا هو خلينا نقول المسائل اللي هو فعلا اه بخلوق عملية هو التبديل اه تبديل حقيقي في المجتمع. اه انا هلأ حاليا يعني هو فقط لايجن الالتزم بوقت الجلسة. انا حاطي المجال اذا فيه اي سؤال اه او خلينا نقول استفساة اه ممكن ان هو يتوجه للدكتور هاني. محيز هذا الاسئلة هو هيبقى مفتوح. لان احنا هي السلسة ان شاء الله. هناخد منكم هاي الاسئلة. وبعض الاسئلة يعني هنضيفها هي اه في السلايدات القادمة. اه. عندك اسئلة يا ايا. طب لما فيش اسئلة يا دكتور حسان. انت بس ممكن تنقصت لو انت عايز نعقب عشان ننهي الجلسة. عن اه نقطة ان انت عايز اتوسع فيها يعني. او لو في نقطة مش واضحة بالذات يعني. او في اي اضافة? او لا ما فيش خلاصة بنقول لا. اه يعني انا بشوف ان هو نوعا ما خلينا نقول التوسع هو ممكن نحن نعملو بعملية اضافة للاسئلة القادمة اللي هو بده يتم ان هي مناقشة في يعني في 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 الجلسات القادمة. ما في مشكلة ان شاء. ما في مشكلة. طيب. ما في اسئلة. فهو ممكن الاغلاق يتمن عندها التلتواني تفضل. طيب. خلاص يا اخت اه ايا. السلام عليكم. ايوة. يا حد. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. فضل استاذ احمد. احسان معكم. السلام عليكم دكتور كيف حاركم ان شاء الله. شكرا جزيلا. احسان من اه دهوك? نعم نعم. اهنا رسالة. والله وحشتيني. الجزاك الله خيره مبارك الله فيك. احنا مشتاقين لكم دكتور. اه فقط عندي اه مداخلة وسيطة بخصوص المسات المجتمع المدني او المسات اه التي تعمل في المجال الانساني اه ربعه خاصة نحن في العراق اه عاشنا اه هذه التجربة اه اه حيث تواجد المعصات الانترناشنال أو المعصات الدولية في المنطقة عملت في المجال الإنساني أو المجال الخيري هي التي تسببت للمنظمات المجتمع المدن المحلي بعض المشاكل منها بسبب ارتفاع سقف الرواتب أو سقف الكيازات الموجودة في المنطقة الانترناشنال جعلت من منظمات المجتمع المدن المحلي أن تهجر كوادرها إلى تلك المنظمات وكوادرها الجيدة والمتمعيزة أن تهجر إلى تلك المنظمات بسبب الوضع الاقتصادي الموجود في المنطقة المتردي هذا ما جعل من المنظمات المحلية في حالة ضعف أو في حالة إشكالية أخرى إشكالية تقديم المبادرات الجيدة فعايشت المجتمع بمبادراتها البسيطة والمبادراتها الغير كما يقول أو الغير المنجزة بإنجازاتها الجيدة هذه أيضا من أهم النقاط التي عايشناها نحن وكما الساعة المجتمع المدني المحلي في المنطقة جعلت من المنظمات التي تسعى إلى المبدئية أو التي تعيش في حالة المثالية أو قريبة من المثالية تكون حالتها ضعيفة أو إنقاناتها أو إنجازاتها ضعيفة للمجتمع وهذا قد سببت فشل كثير من المنصات المحلية لم تستطع أن تبقى في الشارع ولم تستطع أن تقدم الكثير أعتقد أنه أن يكون هذا أيضا محور لمناقشة أخرى ما أحضرتكم فضل الدكتور سيكون مفيدا جدا مستقبلا للمؤسسات التي تسعى إلى تقديم أو تريد أو تنوي أن تقدم المزيد أو تقدم الإنجازات للمجتمع شكرا جزيلا 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 أخيرا بس أنا ألخص عشان الجماعة الأخواننا اللي على الفيسبوك أخونا أحسان من كردستان العراق من دهوك بيقول يعني أن جزء من السربيات لأحدثتها المؤسسات الدولية الكبرى لما جات المناطق المجتمعات الفقيرة يعني ارتفعت المجتمعات الرواتب لأنها بدأت تأخذ الكفاءات العالية عن المؤسسات المحلية وتعطلها رواتب عالية جدا جدا فعمت أمرين ارتفعت مرتبات للعملين وفي نفس الوقت تجرفت أو جففت منابع المؤسسات المحلية الصغيرة وأصبح أدائها أقل لكفاءة عما كانت المطلب شكراً يا أقل حسان في عد ثانية دكتور حسان فيه الأستاذ أحمد تفضل أستاذ أحمد السلام عليكم جميعاً وعليكم السلام أنا وسألنا تفضل أستاذ أحمد يعني أتمح لي أني أشكر دكتور حسان وأكيد يعني أشكر دكتور هاني البنة الذي هو يمثل صراحة أكثر من قصة نجاح بل هو قصة إلهام لنا جميعاً في العالم العربي والإسلامي وحتى في العالم أجمع يعني فشكراً له مرة أخرى يعني أنا انتقيته في الأردن قبل ذلك وأتمنى ألقاه مرة أخرى وعندي ملاحظتين أو سؤالين سريعات بعد الشكر مرة أخرى لما قدم أثناء هذه الورشة أو المحاضرة السؤال الأول دكتور هاني البنة إذا سمحت لي اللهم صلى الله عليه وسلم محمد المؤسسات المجتمع المدني وخاصة أنها قريبة من العرب أو المسلمين بشكل عام الموضوع عملها أصبح استجابة للأزمات وأنا أعرف أن هذا شيء أساسي طبعاً وشيء مهم لأننا للأسف وقعين في أزمات متدالية ومتوالية لكن هل ممكن أن ننتقل يوم الأيام لأكثر من ذلك للبناء في أرضية مريحة ليس فقط استجابة للأزمات والبقاء بشكل يومي مستهلكين في هذا الظرف والنقطة الثانية هل ممكن أن يصبح الحياد أنا أسف أرى الآن من سنوات قليلة قبل هذه السنة أن الحياد أصبح ليس ميزة بقدر ما هو أصبح سيف مسلط على بعض المؤسسات المجتمع المدنية فهل ممكن أن يصبح نقطة قوة هل ممكن أن نتجاوز ذلك نحن العرب المجتمين هل ممكن أن نتجاوز موضوع الحياد أن يصبح لدينا رياحية في التعامل دون هاجس الحياد أو دون هاجس الخوف من الوصفات الخارجية شكراً كثير مرة أخرى وأتمنى أن ألقاكم جمع مرة أخرى في الأردن مارك الله فيكم إن شاء الله قريباً يا أخي أحمد إن شاء الله قريباً جداً إن شاء الله بالنسبة للنقطة الأولنية بعد إذن الدكتور حسان ممكن ده بيجي عن طريق تعليم وتثقيف المانع وده بيأخذوا أطويل والأسف يعني إحنا دلوقتي علشان دي كان قصة مسيرتي في الفطرة في العمل الإنساني لما حاولت أخرج من العمل التنفيذي بعد ألفين واربعة بدأت أفكر ناسي بالإغاثة بدأت الشغل في العمل التنصيقي والعمل تدريبي إلى آخر إلى آخر بقالي دلوقتي بعد متأكد الإغاثة خمستاشر سنة يعني في إبريل القادم ده خمستاشر سنة نحاول نقنع الناس بالقيمة ورشة العمل بالقيمة مؤتمر بالقيمة التدريب بالقيمة رفع كفاءات بالقيمة الأبحاث بالقيمة الدراسات حديثاً إثنان الفاتح عملنا مؤتمر في تركيا لمدة ثلاثة أيام كلمنا فيه عن الأبعاد العمل الإنساني الدولي لا بتنقش اللي هي الثقافة والفكر والأخلاق والإعلام والتاريخ والدراسات والأبحاث ستة أو سبع أبحاث سبع مدارات أنا ما حطت درع على الطاولة دلوقتي قدام حضرتك قل لي مين في المؤسسات مهتمة بيهم الإعلام بالنسبة لنا فيلم فيديو عشان أجب معنا بيتم الرعاة بشطناعة منظومة إعلامية وكفاءات بشرية علشان تقوم مثلاً مثلاً في أحد الشباب لاًا ما أذكر الخصة بتاعته أسعد طه فشل أنه يدرب الشباب كان بيعمل دورات لمدة أسبوعين أو وقتها من أسبوعين بعض البلد كان بيقول لي أنا عايز بس حد يدفع المصاريف السفر وإقامة الشاب اللي هو 2500 دولار في أسبوعين فشل بالرغم أنه حيثية كبيرة جداً بالرغم أسعد طه ده يعتبر هو من يعني نشر التلفزيون اللي هو شاق الأوسط اللي هو ما بسميه ما بسميه اللي هو الإمارات الشاق الأوسط فشل فشل للناس مش مؤمنة بصناعة الإعلامي مش مؤمنة بصناعة الباحث مش مؤمنة بصناعة اللي هو الإنسان اللي هو القادر على أن يدير عمل ده عايزنا في مجموعة أعدة متفرغة عشان تنشر فكر كيف نثقف ونعلم المانح إحنا بجموعة ناخد كل الفلوس يعني ناخد جزء من الفلوس يخصص بداعا على قاعدة فلولا نفرم من كل فرقة طائفة يتفقاه في الدين هذه مثل الطائفة دي صغيرة في الأبحاث في الدراسات في التاريخ في التحليل في الأدب في الشعر في الصقافة في كل حقات دي كلها ده بالنسبة لإيه السؤال الأول أيها بس حياخد وقت السؤال الثاني كان إيه يا أخ عسن أو إيه يا أخ أحمد السؤال الأول هو فعليا كان من الثاني من الأستاذ أحمد إن اليوم كيف نحن اليوم ما خلينا نقول نستنزف في عملية أطفاء الحائق والعمل الإغاسي والإسعافي كيف اليوم فعليا جزء مننا هو قد يكون خلينا نقول ما بنشغل هو فقط في هدات الفعل اليومية أنا بس عايز أقول كلام وتمنى شرعا يعني يؤثر هذا الكلام أنا كعامل إنساني لست مكلف بإن أنا أطعم كل الموجدين في المقيمة ربنا وصحب الرز لكن أنا مكلف إذا أبني مجتمع دي مهمتي علشان اللي في المخيمات دول يستطيعوا غدا أنهم يكونوا قاضين على الكسب والعمل فيكونوا في عفل عاطلية أو عاطلية فلابد إحنا نرجع إلى النقطة الأولين نتكلم عنها دكتور حسن قبل كده بتاع التعريفات نحس مرة ثانية كيف نبرز أوراق وآراء ونعمل لبيين علشان جزء لبأس به من ميزانيات الإغاثة السريعة أو العاجلة تنفق على بناء المجتمع من أول يوم ولكن عندي ورقة كتبتها يمكن فيها من يمكن قبل كوفيد بتالت أربعة سريعة من ساعة 2015 وخدمي يعني فيها لابد علينا على الأقل 30% من مال الإغاثة العاجلة لابد أن ينفق على عمل غير إغاثي التعهيل والتدريب من المجتمع سيكون في أول سنة 100% سنات خارجة من يعني في الشوارع وكذا 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 منخلي أول سنة 100% ثاني سنة سنتين في المية ليه اللي هو العمل الغير تقريب بعد سنتين ثلاثة يبقى خمسين خمسين لأننا عايزة من المجتمع عايزة نخلي المجتمع الملايين دول الملايين اللي موجودين في المخيمات وفي البيوت وفي الماكن العامة دي كلها غير قادرين على كسب قادرين منهم العسدزة ومنهم مدرسين ومنهم الباحثين ومنهم كل حاجة دي كلها وتتناقص النسبة فيما بعد لكن ده عايز ايه يا أخ أحمد عايز نعمل لوبينج هنطلع أبحاث هنطلع ما جميع عمل هنطلع أوراق عمل علشان نقنع المانح الدولي أن نحن خلاص يعني كفاية 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 بالنسبة السياسة بتخلي الناس دول عاطلين في مخيمات دادام اللي موجود مخيم دادام اللي موجود في كينيا وقالهم 30 سنة في مخيمات في شهر السودان من السبعينات في مخيمات في الأردن من بعض اللي هو 48 وكذلك في لبنان مش هدع على بعض الوقت المخيمات في سوريا موجودة بعدها كام 10 سنين صح هلح نيجي بعد 10 سنين نقول نفس الكلام لو إحنا لما انتفضناش انتفاضة داخلية لعمل أوراق تلزم المجتمع الدولي بتغيير سياساته تلزم الأم المتحدة بتغيير سياستها لن نتقدم قيد أمنا صحيح شكرا يا أخو الله يزكر يعني دكتور هاني أنا فقط إضاءة بسيطة وأنا قد يعني ما أجاب عليهم هني خلينا نقول يعني بشكل متسلسل ولكن بناء على النقاط لأنت سلطت الضع لها أنا أكثر شيء بالأمان هو يعني بفزعني لما اليوم نقوم بعملية تقديم موازناتنا المتعلقة بالمشايع وحتى لو نحن عم نعمل في القطاع الإنساني لما هي اليوم فعليا ما بتتضمن هي نسبة لبناء القدارات واللي هي الحد الأدنى اللي هو لازم تتضمنه هي ثلاثة بالمئة من إجمالي الموازنة هذا الحد الأدنى اللي يفطاض أنه هو اليوم أنت ما يناقشك في المانح للأسف المخطأ في هذا الجانب هو مو فقط أني أنت اليوم عب تستنزف أفضل الكوادل لك في العمل الإسعافي إنما هو فيه مخطأ تانية والعديد من المؤسسات أن هي ما بتنتبه لأله أن هي بتكون عب تتموت وهي ما بتنتبه لما منهو نحن اليوم لجزئية عملية التقييم المؤسسات إلى بعض المؤسسات فمنسأل بعض المؤسسات كيف الوضع للكون بيقول لك ممتاز بتسأله ليش بيقول لك بـ 2020 كانت ميزانيتي 5 مليون بـ 2021 صاية 10 مليون بـ 2022 صاية 20 مليون الدليل هو على التموت إنه أخذ عامل النمول ومؤسسته فقط المؤشر المالي واللي هو موخطة ولكن هو وحد من المؤشرات وليس كل المؤشرات لك تقول لي شو هي المؤشرات التانية اللي هو اللي لازم ياخدها أنا فوراً بسأله أنت اليوم لما بدأت بـ 2020 قدي كان عدد الموظفين اللي عندك فبتتفاجأ بقال لك 100 طب بـ 2021 لما تضعفت ميزانيتك قدي صاري عدد الموظفين عندك بتلاقي زادوا فقط 5 طب بـ 2022 لما صارت ثلاث أضعاف قدي صارت ميزانيتك تتفاجأ أني زادوا فقط 10 أشخاص طيب أنت إذا هذا التمويل لا استطعت أنت من خلاله أني تجذب كواده نوعية ولا استطعت من خلاله أني تدخل لقطاعات عمل جديدة ولا استطعت من خلاله أني تحصل على معدات أو أدوات تساعدك في عملية تطوير العمل أو قيام في بعض الأبحاث اللي تطوع عملا فهو فعليا هو نمو سلبي حتى لو هو حصل ضمن المؤسسة نمو مالي لأن هذا النمو المالي هو مؤشر خادع للنمو أنت فعليا حتعاني بعد فترة من الزمن لمغاداة أفضل الكوادع عندك نتيجة الإحتراق الوظيفي وبذ زادت النسبة عن 10% أنت بتكون للأسف تحولت لماكس تدريب للآخرين بيجوا الموظفين بتعلموا عندك وبيغادروا لمؤسسات تانية أو بيذهبوا للمانحين الدوليين لأن هي اليوم بيئة العمل هي موجودة عندهم بنفس الوقت النقطة اللي هو زكى الأستاذ إحسان وقال أني أنا اليوم كيف أنا اليوم ممكن أني أحافظ على المبادئ أو على المبادئ القيامية أو المبادئ المجتمعية المتواجدة في المنطقة اللي عبنفس فيها وبنفس الوقت أنا أحاكي خلينا نقول سياسات المانح لأنني أنا في بعض الأحيان قد يكون استبعد من التمويل نتيجة المنظومة القيامية لعندي قولا واحدا اليوم ما لازم الشخص هو يتنازل عن المنظومة القيامية ولكن أنا دوما بقول أني للأمانة فيه اللي هي 80-20 يعني ما لا يتاك كله لا يتاك كله المقصود فيه أكيد أنا اليوم ما أساوم على منظومتي القيامية ولكن بنفس الوقت أنت هون دا تكون زكي أن المانح هو بده ينفذ جزء من فلسفة وفكر فأنا كمان بنفس الوقت أنا ممكن أعطي 20% إذا أنا حققت 80% من فائدة للمجتمعي فهذا التوازن هو جزء من الحكمة والفطنة اللي هو لازم هو يملك الشخص يلي اليوم هو عبقوم بعملية مناقشة الأشخاص يلي هنن اليوم عبقادوا هذا التمويل ولكن أنت إذا تفتكر أني أنا دوما بدي أحقق 100% هذا الأنبى هو للأمانة هو اليوم صعب التحقيق وهون يعني بنفس الوقت للأمانة دا أصلت على مصطلح تكلم عنه الدكتور هاني واللي هو دوناء إديوكيشن أو تسقيف المانح نحن للأمانة كمؤسسات محلية فيه عنا فجوة فيه أنا اليوم أسأل نفسي هل أنا بازلت الجهد الكافي لفعلا أسقف المانح باحتياجاتي أنا في عدة استجابات في سويا أو حتى اليمن أو العياق المانح هو جلب لأنه مجموعة من الاحتياجات لأنه هو بيعتقد بالبيئة اللي هو قادم مننا أنه هو هذا احتياجنا يعني أنا مثلا أحد المانحين في عملية مناقشته أنا زاهب لأعرض عليه فتح معاهد للقابلات النسائية نتيجة انخفاض عدد طبيبات النسائية في بعض المناطق هو كان أعرض علي قبل ما أطرح عليه فكرتي أني نعمل تدريبات لتعقيم النساء تدريبات طبعا لتعقيم النساء يعني تحويل النساء لعقيمات نفس هذا الشخص بعد فترة من الزمن لما هو يعني صار خلينا نقول شخص في علاقة بيني وبينه اللي فهمته أني أغلب الخبال له هو مشكلة بإفريقيا واللي هي اليوم هذا الكونسبت هو جدا طبيعي واعتيادي أني ما في المشكلة قد يكون الإماءة تتعايد لاختيصاب ولكن هو إشكال أني هي اليوم فعليا هي تولد طبعا في بعض البيئات في إفريقيا وليس كل البيئات فاليوم هو كان جزء من الفجوة لأنه حتى في القطاعات الغذائية كان يجي بعض السلة الغذائية اللي هي بتحتوي مواد غذائية المجتمع ما لهم اعتاد أني يستخدمها فأنا دوما لازم أسأل نفسي قبل ما أنا أتوجه يعني للآخرين أو إلقاء اللوم لألوم هل أنا فعلا أنا بزلت الجهد الكافي لأقوم أنا خلينا نقول بعملية تسقيف المانح باحتياجات المجتمع واللي هي بتلبي يعني بتلائم ثقافته آخر نقطة واللي هي اليوم يعني كمان نتكلم عننا دكتور هاني ولكن أنا حقضي لا ألا هي من زاوية تانية واللي هي اليوم متعلقة كيف نحن اليوم فعلا أني نحن اليوم نقسم موازناتنا أنا بشوف أني جزء من المبادات اللي هي تلقى على عاتق المؤسسات اللي هي طبيعة أعمالها إنسانية أو إغاثية هي دعم المؤسسات اللي هي طبيعة أعمالها تنموية والسبب في هذا للأمانة أني اليوم المؤسسات التنموية بشكل عام هي تعاني في عملية جلب التمويل لأن المانح اليوم اللي يعطيك المال هو كمان في عنده مؤشرات وهو في عنده مانح بده يقدم له التوسيق فاليوم انت تقول له انا بجيب لك التوسيق بعد ستة شهر والإنديكيتور بالنسبة لك او المؤشرات هي أتشيب او تحققت هو هذا هو الثاجت بالنسبة لله لاني للأمانة هو اليوم بالأخص يعني نتيجة خلينا نقول عدم ارتباط والعاطف في مكان الاستجابة هو عم بتعامل مع القضية كبزنز ولكن غير بحي فهو بالنسبة لله بيشوفها الجزئية هي كمؤشرات هل انا وزعت الالف سليه ام لا فنحن جزء من مسؤولياتنا اني نحن لازم من اول يوم بالاستجابة نكون نحن فعلا عم ندعم مؤسسات العاملة هي في القطاع التنموي وما نستنزف كل افهاد المجتمع في الاستجابة الاغاسية او الاسعافية طبعا انا هون يعني ما بدي يفهم من هذا الكلام اني انا عبدعي للزهد في العمل الاغاسي او الاسعافي او الانساني انما هو استجابة لها ادبياتها ولازم تخصص لألة الكوادة اللي هي مناسبة لألة ولكن ما بيصي اليوم كمان يعني كل اياتنا مثل ما حكينا اليوم عن العمل التطوير والعمل الادائي ضمن المؤسسات ما بيصي اليوم نحن كل اياتنا هي نستنزف ضمن نفس المساء انما اليوم لازم يكون جزء من موادنا هو فعلا تخصص للماحلة التالية اللي هي اليوم قولا واحدا هي قادمة تمام وتكون هي فعليا الماحلة التنموية او الالة كبا هي في المجتمعات وانا دوما بقول يعني وهي بدعي لألة وقد يكون بالاخص البيئات اللي هي اليوم دخلت في حيز الصياعات يعني خلينا نقول حديثة العهد لازم اليوم نسأل انفسنا ليش في بعض اماكن الاستجابة مثل كوسوفو او صربيا او خلينا نقول يعني الاماكن التانية اللي حصل فيها الكوايس ليش تشكل مؤسسات بالعشر تلاف والخمسطعش الف والعشرين الف واليوم بقي هو فعليا فقط خمس مؤسسات او عشر مؤسسات لازم نسأل انفسنا شو هي عوامل الاستدامة اللي هي مثل كتا هاي المؤسسات هي لاجل ان هي تبقى هل هو التمويل هل هو فعليا هو مع السياسات المانح انا ما اقول اي او لا ولكن هي فعلا هي سؤال هو بحد ذاته هو لازم يدعينه للبحث ليش بعض المؤسسات هي بقت وليش بعض المؤسسات هي تموتت واسف للغتار شكرا فيش أساة تانية عسان الساعة كم الوقت الساعة حاريا عشهر ونصف بعتقد يعني كان انتهى الوقت المخصص للجلسة يعني خلاص اذا في اي سؤال او اي استفساد تاني قبل ما نغلق في الجلسة استاذي ايا اذا في اي سؤال على الفيسبوك على البس المباشرة قبل ما نغلق اعتقد ما في اسئلة حسب ما تبعتلي استاذي ايا خير خلاص بقى انا نشكركم جزاكم الله خير وطبعا الاسئلة يا شباب كلكم تعرفوا مش مشان اللي حاطتها جابها لي الاخ حسان وخلاني ما نمشي الليل عشان اعود اعجاب عليها تعبني يعني فالتعب الجميل يعني يقول لك يعني انما الحب ما قتل وانما التعب ما قتل برضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته